الوقت يش مانا قاعدين كتار في النار تحترمات تقول شي مدمن شلو هذا وما خفيا كان أعظم لأنه كان عشرة في المئة ديوانية أشخاص مانا ديوم عندنا أكبر حزب في تونس هو حزب الفتاة عقلية سوفيان ولي موجود حتى لجال العمال يقولك سما لجال العمال منتع المناطق الساحلية تونس واستحلوا المناطق الساحلية اللي هما محظوظين وطلعوا لجال العمال الخليل عندهم فلوس وقالوا حتى لحبوا نحموا وكانوا يجال العمال منتع بناتك حدودية كانوا يخلوا مع ترابلسية يخلوا مع داما كتاحها ذكا ولا حرب بين ثلاث بيات شخص وكتو فهمتها؟ لانو يديرون كتو يعني بسرع عليش مشينا هذا كل يخي ناشك انتخبت وتفهم عليش مواطن وقولك ما عشو انت خب نحي بصد القصومة وكلهم صريق يتوس بوري انت يشوف فطولة الماء جاتي وفطولة الزو شي غريب كل شي كل شي يعني بكل صراحة ثم اشكالية كبرى ثم سريقات عمدا يسرق معتمد يسرق وزراء داخلين في حكايات ووزراء عندهم دوسيات في الكبينية نفسه بتاعي دوسية فساد بده يجي يقول عندي كذا وبعد يبعث يقول لي لي من سباش منها على خط ضغوطات لوبيات قوية جماعة الفساد يسمونها تلين لابيوفرا مافيا ولا لابيوفرا لابيوفرا يقال التخدم تحت الأرض حزب خفية رهيب عنده أيدي وعنده أذرع قوية وعنده أجندات وعنده أعلميين وعنده ضرطة عدلية وعنده قضاة وعنده محامين وعنده حبوسات دولة في وزدار دولة في وزدار يعني الأمن بصراحة البلاء لا يركبها كل ما سؤولين على هذا الباجي والغنوشي يوسف شهد أنا أقول لك بسؤولين الأساتيين لأنهم ما يحكموا وهم عمين حكومة تاتيلاف وطني وما كانتش الأمور هكا حتى عام 2014 و2015 و2016 الآن وصلنا إلى مرحلة ما قبل اندثار الدولة اللي يحكي عليها من الخلدون كل العصر اللي قبل تندثير فيها الدولة وتسقط العصبيات ويطلع الدجالون ويطلع المحتلون ويطلع الصراق ويطلع الثعاريك ويستأثروا بالملعام وهذو يقولون ما لا يفعلون وعصابات السوء التي تستأثروا بالدولة وبجمهور المسلمين وتؤدي إلى انقلابات كبرى وفترات بعناها من الفوضى وغيره التوسي خايف اللي ومعتشاره سامحني إذا كان عمدة ومعتمدة عام البراكاج سامح لي شو مازال شو مازال شو قل لي شو مازال يعني عصابات السوء وليت الناس حاميها حراميها بلي قنيه البرح بكل صراحة اليوم وقفة يلزم والبيجي قد سبسي موش مقنع يوسف الشيء إذا كشفت الدخل هالجمعلي فاتش موش مقعد النواب موش مقنعين حرب الناس كل طبقة السياسية الكل والوضع اللي بيش تيح بينا الشقاف بيش تيح بينا بش تيح بينا بش تيح باليمين باليسار باللقابين بالخبزيس بالاسبلونتيس بالسفقسية بالسوحلية بالقوبسية بالشمال بالجنوب بالقسرين بالكيف بسليانة بالليتسول كو بش تيح بينا بسميش واحد بشي منع واحدة مقابل قوسانيا وأدنى من هذا وحتى واحده عمل خطاب الى الامة ويناد غيس على ناسيون سالفاتريس ثم مرحلة تاريخية تكفيها سامحني ناتي بولقيبة خرج وقال الشعب التونسي سيدافع على نفسه بالفترة ولا خرج وقال ننظر كما كنا ولا دوغول وقال موالو جونيرال دوغول واللي وقت يقبشير الجزائر يعني في التاريخ ثم لحظات حاسمة تظهر فيها التينة الرجال وقباش المسؤولين الكبار الذين يتمهون مع فترة وينقذون شعوبهم وينقذون دولهم اليوم انهيار الدولة هو ليساير واعي سابتسوا جمعي حظروا في حزب اليسر الشهد جمعي حظروا في حزب اخر بكل صراحة هذين موجود راو ثم بعض الناس تقول لك طوى وقت البيانة رقم واحد شو بيانة رقم واحد معنا مجتمع القيلاب عسكري متنا نعمش نعيش في الديمقراطية وانحنا مجتمع مدين ورسنا مجتمع عسكري ولسا ليبيا او مصر او الجزائر او تولكيا بلاد تختلف لكن بكل صراحة ممش نكابله التعليم انت متأكد تبع صوردك شو بيش يصير له ممتعش شو نصير الدروغ الزوميه حوصل البلاد التهليم في كل قطاعات الصحة تقرأ تقليلي الصحة تقرأ تقليلي داته حاسبات وبعد وبربع وشي ثم مجتمع اخرج التقليل انا رواحت الدار والله نحي تحويجي هاك تقليلي جوجيت انكو دوي رسالي غا تشيذ ساعتين بتاع صفاح والنقرة ونشوف وشوفيني ديونات شو هيدا شو هيدا قلب يوجع صفينيك تشوف بالحف حتى وانو الناس تقولك انا معتش تنسك حتى تعملي قانون متاع المكاسب وعليش بشي نعلنن مش تولي على قناة التاريخ ولا غدوة انكو تخكتوين خدمتو يعرف الهب بتعمل تيوي ما عادش يحب كيكشو اللي ما عادش يحب كونتراي واللي يحب يخلص تحت الحيت بش ميقصوش عليه ما عادش يحب تحت العيني اذي حتى المواطن العادي معناه يقولك كان في الاقصاصات وكان احنا يطلبونا يفيد بشي ضحي 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 مواطن مثالة باع شوية لفت ولا باع جل فلاح ولا عمل صابة تقولوا بلا جيب شيك يوم عندو شيك بالكل وعليش البولون كلا بحاونس كل خاسم فلاو سابا الامور خطيلة جدا ما ناشي منصل ناشي للوضع اللي نتاع اليونان لكن وصلنا الوضع ايطاليا وقتلي قانوا عليها الحرب لجيوج بورسلينو وجماعة وماني بوليتي اللي وقعت انا ذاك وغيرو وعليش على خات اليوم تم حزب خفي اسمه حزب الفساد ويتقسم في الادوار بين اليمين واليسار والوسط وكل سيلة ما نسمى بالطبقة السياسية امبريكية ويقولوه اما تقرير متاع الانتلاشنال كرايزيس جروب ولا كالليجي هذك ولا تقرير اللي هبتو شوكي تبيب يقولك ثمانيش انتخب ومباد يقولك يقولك قلباتك الى بورج وزيراني من الجوفيرنو باع يعني هو وقتل يطلعك يتاكمبوزي يبوتو ديكمبوزي قولك انا تلعتك بفلوسي الناحيك بفلوسي وسمىو وزراء وسمىو كتاب دولة ثمانيش في الحكومة وثمانيش في الامباشر دولاي وعندهم قضايا بتاع فساد في القطب القضايا المالي بالمليار دوات متاع الدولارات وما مسمين وتكلم ليلى شتاوي تقولك سبع ايام بيش نعملو حزب ويتكلم الاخر يقولك ها بيش نعملو حزب ماكرون اي حزب ماكرون كيما ماكرون طيب لكن شاريو كيماكرون لس كل تحر تعمل كيماكرون شوف صارو باللي جيلي جون شوف انجيلا ملكل صارو لها شوف البلدات صارو لها بكل صراحة اليوم الباجي قاتل شبسي ويشو شاد ولاش دغنوشي جايز بعملوا التوافق اللي ادوا الى الظهور هذه المافياة السياسية الدولة المافيوزية الحالية دولة الفتاة انجت اكبر حزب في البلاد عنا 214 حزب ما يجيوش في ربع حزب الفساد اللي يحكم فيه بكل يحكم في اغلب الحزب خاصة الحاكمة والمواطن منزل يجوش 28 دينار وكان جمي يسير الدم على الحكاية كي هذه والاخرين يقول لك الان في مجلس شعب عملنا قانون من اجل شخص والقانون هذا بيموجبو نحينا المعليم على الزبدة نجيبوها من الخارج من اجل شخص ومعروف ويمول دونك يدوم علي مولو ويحكيوا عليهم 300 شخص 300 شخص ل300 فاميه اللي يحكم في تونس عاملين فيها شطح بطح ويعملوا كما